لذلك وارد في الروايات الشريفة الدنيا مزرعة الآخرة مزرعة يعني زرع حقيقة زرع ما يقدمه الإنسان من أعمال ينزرع يصير زرع إما زرع مر يعيش فيه الشريرون وإما زرع طيب حل يعيش فيه المؤمن حس هذا الدنيا مزرعة الآخرة فيه عدة معاني المعنى الأول أن الدنيا تكون زرع للآخرة لأن الإنسان بحسب عقيدته في الآخرة تتكون حياته الدنياوية اشقد عند عقيدة بالآخرة اشقد عند عقيدة باليوم الآخر بالحاشر بالحساب بالعذاب بالجنة بالنار على قدر إيمانه بالآخرة تكون دنيا وكلما ازداد الإنسان يقينا بالآخرة كانت دنيا صالحة وكلما ضعف إيمان الإنسان بالآخرة كانت دنيا طالحة ترجمة نانسي قنقر